موضوعنا التالي يخص وزارة الصحة لأنها نظمت مؤتمر الكويتي الثالث لجراحة الأطفال والذي يقام السبت القادم إن شاء الله تحت رعاية وحضور معالي وزير الصحة الدكتور باسل الصباح عشان نتعرف أكثر وتفاصيل هذا المؤتمر وهذه الفعاليات اللي راح يقومها تقومها وزارة الصحة الرحب معاكم مشاهدينا بضيفتنا الدكتورة سعاد قبل استشارية جراحة أطفال في مستشفى بن سينة ورئيسة المؤتمر صبح عليش بالخير دكتورة سعاد سباح النور يحييكم ربي يا ربي نورتنا اليوم دكتورة ملتقى مميز خصوصا هذا يقام للمرة الثالثة في دولة الكويت ومختص في جراحة الأطفال فيليت لو بس نعرف المشاهدين عن هذا المؤتمر بما أن هذه دورة الثالثة طبعا مؤتمر الكويت جراحة الأطفال هذا المؤتمر الثالث مثل ما تفضلتي يعتبر مؤتمر خاص لأنه يعني بس في جراحات الأطفال سيكون هناك إن شاء الله يقام على يومين وتسبق فعاليات عدة من ضمنها ورش عمل نظمتها اللجنة المنظمة بمساعدة وتعاون مع الجمعية الدولية لجراحة المناظر للأطفال في طبعا هذه جمعية دولية لجميع الجراحين في العالم جراحين الأطفال فرع الشرق الأوسط فهذه يمكن تعتبر فعالية جدا مهمة لأن نظم عدد كبير من الأطباء والمستشاريين مو بس في الكويت لكن في الشرق الأوسط وفي العالم كله يعني عندنا أطباء من أمريكا ومن أوروبا فعالية كبيرة وإن شاء الله لكل يستفيد إن شاء الله هل في شعار لهذا المؤتمر؟ شعار المؤتمر رح يكون بعنوان الابتكار والتعليم يمكن ليش اخترنا الابتكار والتعليم جراحة الأطفال دايما في تطور ومثل ما شفتي يمكن في السابق كثير من الجراحات كانت تعمل في الجراحة المعتادة فتح البطن والفتح الكبير أو الجرح الكبير لكن قدرنا في السنوات السابقة الاستعانة مع التكنولوجيا الحديثة إن نطور الجراحة هذه ونستخدم جراحة المناظير يعني يمكن الكل يستغرب إن شلون جراحة مناظير وبأطفال صغار نسوي إحنا الجراحات من عمر يوم إلى عمر تقريبا من الكويت إلى عمر 2 سنة ففي أدوات وفي أساليب وفي تكنولوجيا كثيرة قاعد نستخدمها الحين دقيقة جدا لعمل الجراحات هذه بفتحات وثقوب صغيرة ما تأثر على الطفل وتكون دقيقة فتحتاج مثل ما تقولين نحن نسميها سكيلز بعض المهارات تكنيكية مهارات تكنيكية لازم الجراح خاصة جراحة الأطفال يعني يكون عرفها عساس أن يقدر يمارس هالجراحات زين نحن قاعد نتكلم إن شاء الله هذه دورتها الثالثة فأكيد يعني هو رح يكون في تميز لهذا المؤتمر عن السنوات القادمة في شيء يديد رح تضيفونه في هذا المؤتمر في هذا المؤتمر إن شاء الله رح يكون فيه برامج خاصة أنه رح نعني بالتعليم والابتكار التعليم أنه فيه عندنا ورشات عمل ومحاضرات أكاديمية خاصة لطلبة الطب وطلبة البورد الكويتي جراحين البورد الكويتي هذا يمكن ما كان في السابق لكن هذا تعاون جديد نحاول كثير ما نقدر أن نحن نحث الأطباء الجدد والتعرف على جراحة الأطفال على مهاراتها هذا كله يعني يشجع الأطباء أن يدخلون في المجال هذا لأن نحن نعتبر من الجراحات النادرة ومو الكل يقدر أن يدخل في المجال هذا فيحتاجون مهارات معينة فمن ضمنها نقدر أن نوفرها في هذا المؤتمر وإن شاء الله تكون فعالية جدا دكتور سعاد هل أنت خلال هذا المؤتمر أنتك منظمين من قبل وزارة الصحة أكيد في حالات معينة تركزون عليها ومروا عليكم كثير من الجراحات الأطفال في دولة الكويت فحسيتون أنه ممكن نركز عليها أكثر وبشكل مكثف في هذا المؤتمر مثلما تفضلت في هذا المؤتمر إن شاء الله سنركز على الجراحات التي ممكن تعمل بالمناظر خاصة خاصة جراحة المريء فيه طبعا عيوب خلقية كثيرة نصادفها خلال شغلنا في القسم من ضمنها مثلا عدم اكتمال المريء أو وجود ثقب في الحجاب الحاجز وجود وعدم اكتمال الأمعاء فهذه كلها أمور يمكن المشاهد أول مرة يسمعها لكن نحن نصادفها ونشوفها ونقدر أن نحن نسويها بجراحة المناظر لأن يمكن إذا في أحد عنده طفل ومسوي عملية من قبل ورح يشوف أن أول ما ينولد الطفل الجرح صغير لكن كل ما يكبر الطفل ويبلغ رح الجرح يكبر ويكبر ويكبر يتوسع معه يتوسع معه فجراحة المناظر فعلا تكون يعني تتفادى هذه المشكلة عند الأطفال ففي عندنا زائر رح يكون متواجد هذا الزائر من أمريكا يعني متخصص في جراحة المناظر للحالات الصعبة ورح يكون إن شاء الله من ضمن فعاليات المؤتمر ثلاثة أيام عمل ونقل حي لعمليات تجرى في الكويت إن شاء الله من قبل الجرح يعني هل هذه بعض المشاكل الصحية اللي يعانون منها حديثي الولادة أم هم في مشاكل أخرى يعانون منها طبعا حديثي الولادة أكثر الناس أو الأطفال اللي تتواجد معاهم الحالات هذه لأنه تولد أو ينولدون فيها يعني هنا تعتبر من العيوب الخلقية اللي ينولد فيها الطفل فلازم الأكثر شيء عند دكتورة هني عندنا بالكويت شنو الأمراض اللي مثل ما تفضلتي مثلا الطفل حديثي الولادة أو حديثي الولاد ينولدون فيها وقعد شوفونا بالكويت عندنا هالحالات كثير اي والله شوفي يمكن في حالات متعددة منها نحن نسميها مثل حالات اللي متعارف عليها بشكل كثير اللي هي حالات الفتق الإرابي هذه بكثير صراحة نشوفها بالكويت وفي حالات اللي هي حالات عدم اكتمال القولون أو الأمعاء أو عيوب خلقية في الجهاز الهضمي هذه الحالات وايد نشوفها بالكويت فمثل ما تقولين نحن قاعد نسويها بالمناظير لكن وجود الجراحين هذولي وجود الورش العمل تخلينا أن نكون مثلا ما تقولين up to date يعني على الابتكارات الحديثة اللي راح تكون موجودة إن شاء الله الممكن نشوف أن المؤتمر هم راح يركز على مثلا جراحة الأورام وش كثر تطور الطب فيما يخص جراحة الأطفال في هذا المجال بذلك جراحة الأورام ما طرقنا فيها أمانة بهذا المؤتمر لأن جراحة الأورام تعني جهات معنية أكثر مو بس من جراحة الأطفال تحتاج أن يكون معنا ديكاترة الأورام من البنك الوطني إن شاء الله فيه مؤتمر راح يقام يعني من قبل أعتقد مجلس الأطفال أن يكون فيه مؤتمر يشمل هذه المجموعة من الأطفال بالنسبة حق الكويت جراحة الأورام متواجدة بالكويت ونحن قاعد نسويها والحمد لله فيه يعني مثلا ما دو قلين صد كبير بنجاحها تعاون مع بنك الكويت الوطني مستشفى البنك الكويت الوطني اللي هو معني بالحالات ما قبل أو بعد العملية فقاعد نسوي جراحات أورام كثيرة منها أورام الكلا أورام الكبد في أورام الغدل المفاوية فالحمد لله يعني قدرنا أننا نكون فريق كامل متكامل ذكرتي دكتورة يمكن قبل شوي موضوع أن المؤتمر ما راح يشمل بس الأطباء من دولة الكويت لكن أيضا أنتم بعد يعني راح يكون فيه زيارات لأطباء من خارج دولة الكويت شكثر هذا مهم أن يكون فيه تبادل للثقافة وأيضا تبادل الخبرات بين أطباء دولة الكويت وأكيد من الأطباء من دول أخرى طبعا مثل ما تفضلتي مهم جدا أن يكون فيه تبادل للخبرات لأن مثل ما تقولين حداما في European School و American School فالجامعات الأمريكية لها طابع مختلف يعني اختلاف بسيط عن الجامعات الأوروبية من ناحية التكنيك يعني؟ من ناحية تكنيك من ناحية مثلا العلاج ككل فحلو ساعات يكون مثلا يعني عندك دكتور متميز في أوروبا فبس تميزها موجود في حدود أوروبا مثلا حلو أن يكون متواجدين بالمؤتمر كل واحد يبرز مهاراته ويعطينا من خبراته في وايد رح يكونها من شاء الله نسميه panel discussion أن يكون فيه مجموعة من الأطباء ونعرض عليهم حالات معقدة مثلا مثلا حالات معقدة حالات صعبة جراحة الأطفال الحلو فيه أنه مو كل شيء نسميه straightforward مو كل شيء يعني واضح واضح يعني خط العلاج واضح ثابت عندك ساعات يكون فيه أشياء واضحة فيه ساعات يكون فيه خطط بديلة أو لازم تستعينين بخبرات ثانية تسوين أشعات أو تحاليل ثانية فلازم فيها يعني تفكير وايد يعني هذا هم يعتمد على شطارة الدكتور خصوصا يعني دكتور يمكننا قبل هواء كنا قاعدين نتكلم وقاعدين نقول أنتوا قاعدين تشتغلون مع خنقول المخلوقات هذه الصغيرة البريئة ومثل ما تفضلتي بعض الأطفال يعني يكون عمره يوم قاعدين تدرون لجراحها فش كثرة مهم الدكتور يكون مثل ما تفضلتي خصوصا بجراحة الأطفال عارف شنو قاعد يصير في هذا المجال يكون عنده الإبداع أكثر أنه بحيث إذا يتلى حالة ما يلتزم في هذا العلاج ممكن يحاول أن يغيره شوي عشان يفيد الحالة نفسها أطباء أنا واصلين لهذا المستوى الحمد لله والله نحن الآن في قسم جراحة الأطفال في مستشفى ابن سينة يعتبر القسم الوحيد المعني بجراحة الأطفال يخص كل الأطفال اللي يحتاجون جراحة في مستشفى ابن سينة عندنا الآن أطباء كفاء يمكن تقديباً إحنا ثمان أطباء كلنا ذو خبرات وكفاءات عالية من جامعات عريقة من كندا وأوروبا فالحمد لله يعني مثلاً ما تقول متمكنين كسكلز وكفاءة لكن طبعاً الدكتور ما يعتمد فقط على على شنو درس قبل عشر سنين طبعاً لأن الطب والتكنولوجيا كلها تقعد تطور المرض قاعد تتغير بين فترة وفترة هم يتطور المرض للأسف يعني صح فمهم جداً أننا دايماً نكون على يعني مثل مطلعين مطلعين على أحدث الابتكارات الخبرات العلاجات هذا كله بعد لأن ما شاء الله الأهالي مطلعين أكثر يمكن أهالي المرضى تقصدين؟ أهالي المرضى في ناس يوني يمسوين ريسيرت ومسوين دارسين الموضوع وعارفين شنو فلازم تكون أنت مع التكنولوجيا ومع المعلومات التي تتوفر بالإنترنت فقلت والله أنا واصلت دكتور في أمريكا وقال لي تشيلي 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 فهذه الأشياء كلها تخلينا أن نحن على طول مثل ما تقول دكتور دائماً يدرس دائماً لازم ما يوقف دراسة دكتور بالنسبة حق مستوى الخدمات الطبية عندنا يعني أنتم في مستوى دار سينة مثلاً عندكم وذكرت عند ثمن أطباء متخصصين في هذا المجال هل الأدوات والخدمات الطبية متوفرة لكم بحيث أنك إذا كان في تطور إذا كان في عملية يديدة علاج يديد الأدوات المتوفرة لكم سهلة عليكم الموضوع الحمد لله وزارة الصحة وأمانة يعني ما قصرت توفير الأدوات كلها الآن عندنا تقريباً أدوات جراحية مناظير يعني كلها على أحدث الأجهزة اللي ينقصنا صراحة الملكويت وإن شاء الله هذا المشروع قائم اللي هو وجود كل التخصصات اللي تعني بالطفل في مستشفى واحد يعني يمكن إذا في ناس أو في أحد عنده طفل وحاول أن يوديه لعلاج لكذا التخصص يشوف يتنقل من المستشفى لمستشفى لمستشفى يأخذ لها باللفة فالحين الحمد لله قبل سنتين بدت وزارة الأشغال بالتعاون مع وزارة الصحة وفي خطة لمشروع مستشفى الأطفال التخصصي هذه خطة وضعت أو مشروع وضعت من ضمن خطة التنمية وإن شاء الله راح يكون يعني مستشفى متكامل تقريبا 792 سرير يشمل كل التخصصات بما يخص الطفل كل شي بالطفل يعني الطفل يديش المستشفى هذه تشوفين حتى الثيم اللي اختاره الطريقة العمليات كل شي متوفر للطفل الطفل والأهل فوايد حلو تقريبا هو نفس يعني إذا ما كان أحسن صراحة من المستشفيات اللي حتى العالمية وبرى الكويت وإن شاء الله من ضمن وقت الافتتاح إن شاء الله وإن شاء الله تعرضونه راح يكون في عرض من وزارة الأشغال لمشروع مستشفى الأطفال فعساسا لكل يكون مطلع شنو الأبديت وشنو مستشفى الأطفال هذا نعم يعني حلو أنه يتم وراعة هذا الموضوع وأنتو كأطباء هم قاعد تشيلون هذا الهم أنه تدرون أن الطفل بعض المرات على ما الأهل يكتشفون شنوه هو بالضبط يعاني منه مضطر أن يأخذ هذه الجولة أو هذه الفرع على جميع المستشفى فنتمنى إن شاء الله هذه المستشفى تشوف النور إن شاء الله قريبا ودي بس أرد مرة ثانية دكتورة سعاد في الختام أنه بس نذكر المؤتمر متى راح يبطي بالضبط وهل أهو مفتوح للجمهور أم بس للأطباء المتخصين في جراحة الأطفال المؤتمر إن شاء الله فعاليته يبتدي من 22 إلى 25 22 و23 راح يكون ورش عمل خاصة بجراحة الأطفال المناظير وورش عمل اللي هو سميه بيسيك لايف سبورت لعمليات الإنعاش للقلب هذه من ضمن فعالياتها للأطباء 22 و25 راح يكون في المؤتمر نفسه الأكاديمي راح يكون إن شاء الله في فندق المرينة في قاعة سلوى الصباح من الصبح طبعا من الساعة تقريبا ثمانية ونص إلى الساعة خمسة فرح يكون في فعاليات هو طبعا خاص لجميع الأطباء بجميع تخصصاتهم لكن حلوهم أن الأهاليون وقت الافتتاح لأن إذا كان في مشروع أو البرزنتيشن محاضرة وزارة الأشغال عن مستشفى الأطفال حلوهم الناس يعني تتحضر هل في مجال لنا مثلا بعض الأولياء الأمور مثلا يحضرونها بالمؤتمر ليأخذ مثلا استشارة سريعة من دكتور يخص حالة أبنائهم أو عندهم طفل مثلا يعاني من مشكلة راح يكون إن شاء الله من 21 إلى 23 في مستشفى ابن سينة في عملات راح تجرى للأطفال اللي يحتاجون العمليات هذه من ضمنها ممكن يكونون هناك متواجدين للاستفسار نعم نتمنى لكم كل التوفيق في هذا المؤتمر دكتورة وإن شاء الله يا ربي مثل ما تفضلت يكون هذا زيادة لثقافة وتبادل خبرات بين ديكاتراتنا في دولة الكويت والديكاترات حول العالم ونتمنى فعلا يزيد هذا العدد من ثمانين إن شاء الله نشوفه من ثمانين وأكثر يا ربي وربي وفقكم وكل الشكل لش دكتورة سعاد أبل استشارية جراحة أطفال في مستشفى ابن سينة ورئيسة هذا المؤتمر نتمنى لجميع الصحة والعافية ربي والله يحفظ عيالكم أجمعين يا رب ترجمة نانسي قنقر